موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته في الحلقة الماضية ذكرنا كيفية خروج الروح من الجسد ومن أين تخرج الروح وذكرنا على أن أصح الروايات أنها تخرج من عرنين الأنف من رأس الأنف أمور تهون على الإنسان سكرة الموت الآن إنسان يحتضر الإنسان المحتضر الإنسان الذي تأتيه سكرة الموت طبعا أكو أعمال مستحبة أكو أعمال مستحبة تعمل عنده رأسه حتى أكو أعمال مولانا قبل سكرة الموت في عالم الدنيا أكو بعض الأعمال تهون على الإنسان سكرة الموت صيام بعض الأيام مثلا بعض الصدقات مثلا بعض الأدعية مثلا بعض الصلاوات صلاة يعني أكو أمور مولانا تهون على الإنسان سكرة الموت وشدة الموت شدة نزع الروح وأكو أعمال مثلا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا الإنسان المحتذر الذي يريد يموت مولانا هذا الإنسان لا بد أن يلقن الشهادتين هذه وحدة إلى قنون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله الشهادتين إلى قنون مولانا أكو كلمات الفرج لا إله إلا الله العليم الكريم لا إله إلا الله الحليم إلى آخر مولانا هذه تقرأ أكو مستحبات عند رأسه تقرأ لكي يهون عليه شدة الموت بالمقامل أكو أمور مستحباتها سنذكرها طبعا لكن أكو أمور مكروهة مثلا من جملة الأشياء المكروهة عند المحتضر الأول البكاء البكاء والصريخ عند الميت زي أنه هو دايما يموت مولانا أو جايبين مثلا جماعة يمه ويصرخون ويبتشون ويدقون مولانا ويبتشون بكاء عالي هذا البكاء بكراهية البكاء للمحتضر عند المحتضر ما من بعد الموت ما من بعد الموت ماكو مشكلة لكن مولانا عند المحتضر بكراهية لأنه يشتد عليه الموت يتألم أكثر هاي وحدة من الأمور المكروهة للميت أو للمحتذر إحضاروا أولاده وبناته بالأخص إذا كانوا صغار يجبون بنته الصغيرة أو ابنه الصغير ويخلون يمه هو قاعد يحتضم مولانا ويشوف أطفاله يمه ويبتشون مولانا هذا عذاب إليه هذا وجع بكراهية لا تخلي أطفاله يمه نطلعهم هاي اثنين الثالث من الأمور المكروهة وضعوا شيء ثقيل على جسده يجيبون لنا مثلان مثل ما يفعل بعض المذاهب الإسلامية يخلون الشيء مثلا طابوقة أو نص طابوقة على بطنه أو على الصدر يخلونها ليه ايش بوية؟ قالوا خاطر يموت يموت هاي شو مولانا يعني؟ هاي احنا عندنا من المكروهات أصلا احنا عندنا مستحب حتى فتح الأزرار إذا عنده أزرار زين؟ تفتح المولانا خاطر يموت براحته ساعة محابس خواتيم طلحة منه إذا لابس جواريب كرسات على قولة الجماعة جواريب اطلح المولانا من رجلية زين؟ أكو بطانية ثقيلة عليها تؤخرها خلي يرفس على راحته ويموت زين؟ يموت على راحته هاي بكراهية احنا عندنا لكن هم عندهم من المستحبات وضعوا شيء ثقيل على جسده أو مكروه واحد يلقي بنفسه على المحتضر هو قاعد يحتضروا هالذاب روحه خويا يا أخويا ويشبقه يحضن بالأخص هاي بكراهية هذا تعذيب إليه شدة عليه بعد من الأمور المكروهة للميت هاي كلش مهم مولانا؟ احضاروا من عمله الدفن أو عمله التغسيل واحد يمغسل موته يغسل أموات أو دفان مال أموات هذا قاعد يموتهم خلينا الدفان والمغسل يمم مولانا؟ وطبعا هذا أكثر يخاف أكثر يشتد يقول هذا بعد مهما يتوضر حاضرين يمي واحد يبيع تشفن واحد يغسل أو واحد يدفن مولانا؟ هذا بكراهية كراهم شديدة بعد هاي الأخيرة كلش مهمة احضار أو حضور حضور الإنسان النجس والعياذ بالله أجلكم الله بالأحراء أن نقول عند المحتضر واحد نجس مرأة أو رجل نجس هسا إما نجس إما بالجنابة وإما عادة النساء وأدعو مولانا؟ بكراها لأن الملائكة لا تحضر في مكان ويحضر في ذلك المكان إنسان نجس وضع مولانا غير طاهر غير طاهر الملائكة ما تحضرها وليذا إحنا ليش تروح بعيد مولانا؟ أكو بعض الأماكن تهون على الإنسان شدة الموت يعني الآن أنت من تدخل بالمسجد أنت لما تدخل إلى المسجد تقدم رجلك اليمنى مو بويلو لا من تدخل بالمسجد مستحب تخلي رجلك اليمنى تطلع من المسجد شتخلي رجلك ال؟ جاوبني اليسرى بالعكس بالمرافقة جلكم الله من تدخل بالمرافقة تخلي رجلك اليسرى من تطلع رجلك اليمنى ليش؟ ليش؟ لأن الإنسان إذا واقف ثبت عند العلماء إذا واقف الإنسان على رجليين شوف على اثنين رجليين واقف هيش على حيلة واقف على رجليين إجاء الموت هو واقف على رجليه ياسوب يطيح جانب الأيمن أو الأيسر يموت ها؟ اللي مو منتشي إذا متكي على أحد الجانبين أخوه يسقط على ذلك الجانب لكن إذا واقف على جانبه على رجليه أو إجاء الموت ياسوب يطيح يسقط على جانب الأيمن دائما الإنسان إذا واقف يموت واقف أجد تطلقه وكتلته وين يطيح على جانب الأيمن زين تعال دخل بالجامع الدخول عند الجامع تخلي رجلك اليمنى وبالخروج رجلك اليسرى ليش؟ لأن يمكن يمكن الإنسان في حين الدخول يأتيه الموت لأن الموت لا يخبر إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا ولا يستقدمون رجل جو داخل ورجل خارج المسجد رجل اليمنى داخل إجاء الموت لما يجي الموت يا جانب يطيح يطيح داخل المسجد على جانب الأيمن بعد داخل المسجد يسقط إذا سقط داخل المسجد ترفق به الملائكة لأن مكان طاهر يأخذون روحه الملائكة تقبض روحه براحة لا يتأذى لا يتألم لا يتعذب ما يسر عنده وجع ما يسر عنده صعوبة لأن سقط في مكان طاهر على أن تعال بالعكس من المرافق يريد يطلع يخلي رجل اليمنى ليش؟ لأن إذا مات وين يطيح يسقط خارج المرافق خارج محل النجاسة ليش؟ يا ابن رسول الله الإمام الصادق يقول يقول لأنه إذا مات في المرافق في محل النجاسة لا يحضر عنده أحد إلا يحضر عنده ملك واحد بس ملك الموت يأخذ روحه فيشتد عليه الموت الموت يسر عليه شديد قوي مؤلم يسر عليه ولهذا مكروغ الإنسان المحتضر واحد قاعد يموت يجالع في حال سكرة الموت يجي واحد مجنب أجلكم الله أو امرأة غير طاهرة يحضر عند الميت الحضور عند الميت يسير سبب لصعوبته وصعوبة نزع الروح هاي من المكروهات المستحبات ذكرناها الواجب اللي عليك شنو مولانا أن تقبل غل قبله إذا كانت القبلة هكذا هذا بحث كل الجميل اسمعني هذا ما دام وصلت لها أنا إذا كان القبلة هكذا من الواجب أن تقبل الميت تقبل المحتضر إلى القبلة شلون تقبل القبلة شوف توجه لي إذا هذه القبلة نفرض إذا هذه القبلة اتنوم تخلي كفرج ليه تخلي كفرج ليه إلى جانب القبلة بحيث ما هو نايم إذا أيقظته إذا قعدت هكي يشير وجه وين إلى القبلة هذا تقبيل الميت عند الاحتضار لكن تقبيل الميت في القبر شلون نحطه هم هيش نفس القضية يقول لا لا ما يسير نوم مولاي ينام على جانبه الايمن تخلي على جانب الايمن لكن وجهه إلى جانب القبلة يعني إذا هذا الوجه يصير هالحال هنا يشير هيتش يصير على جانب الايمن وجهه إلى القبلة رجلي هيتش هيتش مولانا شوف حبيبي هذا الراس فهذا تقبيل الميت عند الاحتضار غير تقبيل الميت بالقبر ليش أسا واحد يقول شيخنا ليش أقبل الميت أنا أقبل الميت إلى القبلة لكي يسهل عليه نزع الروح ملك الموت يرفق به ليش يرفق به بس توجه لي حبيب قلبي إحنا عندنا بيتان لله أكوبية في الأرض اسمه الكعبة موجود بالحجاز بالجزيرة العربية في مقابل الكعبة إذا تصعد على سقف الكعبة هنا أنا مولانا شو بلا تشبيه تصعد على سقف الكعبة تنظر إلى الأعلى في السماء الرابعة وعلى رواية السابعة في السماء الرابعة أكوبية بالمقابل اسمه بيت المعمور أريد قلك ليش يقبلون الميت إلى القبلة ليش إحنا نطوف حول بيت الله في الأرض الملائكة تطوف حول بيت المعمور في السماء إذا أجى ملك الموت أو إذا أجى جبرايل أو إجى أي ملك من الملائكة إذا أمر بأمر يجب أن يهبط إلى الأرض منين ينزل إلى الأرض مولانا؟ الأرض إلى باب الأرض أكوباب الهبوط هذا باب الهبوط وين؟ الملائكة تأتي هكذا شوف حبيبي شوف الملائكة تأتي هكذا تأتي إلى بيت المعمور تطوف حول بيت المعمور في السماء السابعة أو الرابعة على رواية أو يتنزل الملائكة وين؟ إلى بيت الله تطوف حول بيت الله ثم تعرج إلى الميت إلى هذا الإنسان المحتذر زين أنا قاعد أموت يقبلوني إلى القبلة عيني وين؟ إلى القبلة يجي ملك الموت منين يجي؟ ما يجي من الخلف أشد خوفاً من اليمين أشد خوفاً من الشمال أشد خوفاً شي سوى ملك الموت؟ ينزل إلى بيت المعمور يطوف حول بيت المعمور ثم ينزل إلى بيت الله يطوف حول بيت الله ويجيني قبل مستقيم مباشرة يجيني أنا ألاقي ملك الموت وجه لوجه ألاقي ملك الموت وجه لوجه هذا أسهل إلى الممات أهو إلى الميت ولهذا يقبل القبلة هذا يسبب من أسباب تقبيل قبلة الميت ورحمة أولانا تقبيل قبلة المحتضر إلى القبلة طبعا هذا من الواجبات طبعا هذا بالنسبة إلى سكرة الموت لكن ما يهون على الإنسان سكرة الموت أول أمر وأهم أمر أكبر أمر يهون الإنسان يهون على الإنسان سكرة الموت يصير عليه هي المولانا صلة الأرحام الله يا صلة الأرحام خلي سمعوني هذول اللي يقاطعين الرحم لسنوات خلي سمعني ذاك اللي يقاطع عن أخيه الرحم ما يمر على أخيه ما يمر على أبوه ما يمر على أمه أم أم ما يمر عليها وضع مولانا أقاربه قاطع الأرحام سلة الأرحام تزيد في الأرزاق سلة الأرحام تطيل الأعمار سلة الأرحام مولانا تهون على الإنسان سكرة الموت مو أنا أقول رواية أقول سلة الأرحام واحد الثاني مولانا بر الوالدين سلة الأرحام صل من قطعك شيخنا ما يمر علي أنت مر علي ما يصغر من شأنك شي مولانا يكبر شأنك عند الله وعند الناس فإذا أنت كبر شأنك عند الله يعني عند الناس صار عندك شيء عظيم شيخنا ما يمر علي أنت مر علي صل من قطعك رواية على رسول الله قطع الأرحام تنقص الأعمار تشد على الإنسان وحشة القبر توحش الإنسان في سكرته صلة الأرحم بعد بر الوالدين بر الوالدين في حياتهما وبعد الحياة أن أواضب على بر والدي ولا تقل لهم أفن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا زين حبيبي بر الوالدين هسا خلانا أقرأ لك رواية رواية عن الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام الإمام الصادق يقول من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا رواية الإمام الصادق يقول فليكن لقرابته وصولا وبوالديه بارا فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا شلون رواية جميلة صلة الأرحام بر الوالدين تهون عليك سكرات الموت واحد بعد ولم يصبه في حياته فقر أبدا ما يصيب أي فقر رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا في رواية أخرى صلة الأرحام وبر الوالدين يطيلان الأعمار ويعمران الديار رزق عمر ويهون عليك سكرات الموت ووحشة القبر هذا المورد الأول والثاني المورد الأول صلة الأرحام المورد الثاني بر الوالدين خل نقل لك أنا قصة مو قصة رواية هي طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع أن شابا يحتذر أكو شاب داي موت مولانا وادور النبي يا رسول الله هذا الشباب يريد يموت فعجى النبي حضر عند رأس الشاب شاب الشاب يحتذر ينازع فعجى يمه قل قل لا إله إلا الله يقول الشاب أدار بوجهه جانبا هيتش دار وجه قل لك قل لا إله إلا الله دار وجه عن النبي قل لك قل لا إله إلا الله دار وجه عن النبي هتعجب النبي زين ما لهذا الشاب شباب ليش يدور وجهه طبعا إذا كان من أهل الجنة يقول لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله ما قال أتعلم ماذا قال رسول الله سمعني يا شاب حبيبي أخي العزيز أخت الكريمة توجهه التفت النبي إلى الجالسين أكو مرة قاعدة عجوز قالهم ألي هذا الشاب أم سمعني ألي هذا الشاب أم وإذا أم عجوز تعبان قالت لي بلى يا رسول الله أنا أمه أنت أمه أراضي عليه سمعني يا شباب أراضي عليه قالت لا يا رسول الله لم أكلمه ولم يكلمني ستة حجج يعني ست سنوات أكو ناس إحنا شايفينك واحد يزعل من صديقة واحد ما يحكو يا صديقة واحد ما يحكو يا مو ما يحكو يا أمه أكو ناس مولانا مو بس ما يحكو يا أمه حتى جنازة أمه ما حضر بيها أعرفه بالكامل أمه ماتت ما حضر بجنازة أمه أقول ليش قل أذتني أذتك وإن أمك هاي تحضر أنت آذيتها تسعة أشهر حملتك في بطنها حيث لا يحمل أحد أحدا أنا ابني 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 شقد عزيز عندي والله يوم واحد ما حمله إذا أظل على أشتافي يوم أهطرة بلقاع أتعمل عنده ما بيه أنا أمه شالتني تسعة أشهر في بطنها تنام وأنا وياها تقوم وأنا وياها إلى أن توصل إلى مرحلة الوحام أو توصل إلى مرحلة لا تستطيع الجلوس بالأخص إذا صار عنده شعر الطفل إذا صار عنده شعر خفيف يؤلم المرأة يسبب حرارة في جو فيها حرارة شديدة نسيت هذا تعب الأم نسيت الحنانة التي كانت تمسح يدها على رأسك نسيت الليالي التي أنت ترقد براحة والأم جالسة إلى الصباح نسيت قبل أن تصرخ آه الأم تصرخ آهات قبلك طبعا مولانا يقول أنا ما أحضر جنازته هاي الأم ارتفت أنا يا رسول الله لم أرضى عنه يا رسول الله أنا ما راضي عليه ست حجة ست سنوات ما يحكوا إياي لم أكلمه ولم يكلمني قالها ارضي عليه قالت يا رسول الله أراضي عنه أنت راضي عنه قالها بلى قالت شوف اش قد قلبها نظيف اش قد الأم قالت لي يا رسول الله أنا راضي برضاك اتا راضي أنا راضي يقول ارتفت النبي قال قل لا إله إلا الله وإذ نطق الشاب لا إله إلا الله محمد رسول الله سأله النبي يقول رفع يده شكت حلوها الرواية هذه شكت حلوها الرواية يقول رفع يده النبي هكذا انظر إلى الشاشة شوي يا حبيبي يقول رفع النبي يده هكذا قال ثم أنزل يده سأله بعدين أحد قال له ما هذا قال له إن ملك الموت أراد قبض روحه فأشرت له له أصبر شنه قال شنه العظمة هذه ملك الموت تردق مضروحه قال له أصبر فيصبر لأمر رسول الله وهذا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا أصبر قال له ما كنت ترى قبل مرضات أمك شنه شتشوف قال له يا رسول الله كنت أرى رجلا أسودا قبيح المنظر وسخ الثياب منتن الريح قد وليني فأخذ بحنجرتي فقال له النبي أقرأ هذا الدعاء أنت أحفظ هذا الدعاء دائما أقرأ هذا الدعاء بعد الصلاة يهون على الإنسان سكرة الموت يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم قال له أقرأ هذا الدعاء قرأ هذا الدعاء قال الآن ماذا ترى الآن شو شوف قال له يا رسول الله أرى رجلا أبيض اللون شوف تبدل الشياطين راحوا وملائكة العذاب راحت أرى رجلا أبيض اللون حسن الواجه طيب الريح حسن الثياب قد وليني وَأَرَى الْأَسْوَدْ وَأَرَى الْأَبْيَضَ قَدْ وَلِيَّنِي طبعا يقول فوقف النبي وقف عند رأسي قبر قال له يا رسول الله وقفت قال والله أسمع صريخة صاحب القبر من شدة العذاب صاحب القبر قاعد يصرخ من شدة العذاب قال له وما الدليل قال هم له أم غير راضية عليه ليش شوفوا أحبائي يسمع صوت صوت الصريخ من داخل قبر الميت شنو الدليل قال هم أكو أم راضية عليه نادوا أهل المدينة من له ميت في المقبرة فليحضر يقولوا وإذا كل الناس حضروا كل الناس قعدت وقف النبي قال من صاحب هذا القبر هذا القبر منه صاحبه أجت مرة عجوز كبيرة قالت أنا صاحب القبر أنا صاحبة القبر شنو أنت نسبت شوية قالت أنا أمه راضية عليه قالت لا والله لا أرضى عليه يا رسول لم ولن أرضى قالها لماذا قالت شنو هذا كلمة تكسر القلب والله قالت يا رسول الله كان يستأنس بعذابي يستلذ بعذابي كان يعذبني ويتونس بعذابي أكو واحد يتونس مولانا يتهنأ يستأنس بعذاب أمه يستلذ بعذاب يعذب أمه قالها ارضي عليه قالت لا أرضى عليه يا رسول الله قالها ارضي عليه قالت لا أرضى عنه يا رسول الله إلى يوم القيامة قالها ضعي رأسك على قبره شوف قلبه الأم مش قد حنون يقول خلت رأسها على قبر ابنها يقول وإذا رفع النبي يده قال اللهم اسمعها صوت ولديها قالت تسمع صوت الصراخ ما لأ والعويل والعذاب يقول خلت رأسها وإذا تسمع صوت ابنها الله يصرخ آه آه من شدة العذاب والحميم والنار رفعت رأسها وعينها قد أهملت بالدموع قالت يا رسول الله رضيت عليه رضيت عليه ارفع العذاب منه رضيت عليه وهي تبكي رضت عليه لأنحن قلبها على ولديها شو مولانا هذا قلب الأم إذن صلة الأرحام بر الوالدين يهون على الإنسان سكرة الموت البقية إن شاء الله في المحاضرة الآتية ما يهون على الإنسان سكرة الموت ترقبونا في الحلقة الآتية بحول الله وقوته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر